هاي مثل العادة قبل ما بلش بالميك أب تبعولي في عندي الأشياء الأساسية يلي يجب نحطها يلي هي الدي كريم والنايت كريم والكونتور الكلانسينج فورم من لمار يلي هو الخطوة الأساسية يلي بعملها ستيب نومبر 2 من لمار كمانا عم بتستعمل اللوشن يلي هو كمانا بينحط أطرات قليلة على اليد بعمل أكيد الماسك اللي ما بتخلى عنه يلي فيه الخلية الجزعية وهلأ نزل على السوق فيه الفيتامين سي الستام سيلز وطبعا الكافيار هاعمو الماسك قديم بكون سريع عن جد هيدا أحلى ماسك نعمله على بشرتنا بجدد الخلية الجزعية تبع البشرة بشدة بيعطيها نظارة ومطلع بتشوفو القولد كافيار يلي بتحسوه بلشو ممكن يدخلو شوي شوي على البشرة لكينا بس بدي لكم شغلة انه الماسك من دكتور نادر صعب فيكن تحطوه ثلاث مرات أسبوعيا بعدين منغسل الوجه ورجعت لكم من بعد ما عملت الماسك يلي فيه غولد كافيار فيه أكيد السيروم يلي كمانا بتشوفو الكنسنتريشن تبع الغولد الكافيار وكمانا الفيتامين سي وخلايا الجزعية ما في أخبركم عن جد قدي بتحسو البشرة رطبة وكمانا هلا بدي أعرفكم على العمالي اللي هو سيروم يلي كمانا بحط شوي منه نحتو بتر حلوة فوق السيروم تبع دكتور نادر صعب هلا بفرجيكم كمانا بساعد على نظارة البشرة والمحافظة على سباها وأكيد البروداكت يلي ما بتخلى ولا ثانية عنه قد ما فيه احط منه ما بقول لا ليش لانه تحت العين خاصة انا لان بشرت كتير كتير حساسة بدي حط كوتور دي زيو من دكتور نادر صعب واذا بتلاحظوا هوني في كمانا دهب في غولد كافيار لكن هيدون معمولين بطريقة انه من دمجين هيدا احلى برودكت لتحت العين لانه بخفف التجعيد بنسبة 80-89% بخفف كمانا من التعب خاصة كمانا تسويد العين يلي كتار منا بيتعرضوه نظرا للشمس للميك اوب للإضاءة اذا كنا بدنا نبلش نهارنا طبعا عنا داي كريم يلي كمانا بيكون تشوفوا من خلاله الجولد كافيار وهوني كاميرا مثل السيروم محطوط بموس بيضة ريحة الكريم يلي موجود بي دكتور نادر صعب لنيو كونسبت يلي موجود فيه بخلينا عن جد موض بقى بحاجة ولا لفانديشن ولا لإكلة لحياتنا اليومية اخر مرحلة من لامير دو موسرايزنج مات لوشن يلي هو للبشر الدهنية بخلي بشرتي لكل نهار تقريبا لمدة 24 ساعة مرتبة فهوهن عادة البرودكت يلي بس أعملون تانكيو تانكيو